سلام بغض النظر الظروف المحيطة أو الخارجية سواء اضطراب أو حرب أو سواء الأمور ماشي تمام حسن أو غير حسن بغض النظر هذا سلام عميق في الداخل لا يتزعزع بحسب الظروف المحيطة الخارجية فطبعا مكتوب أنه كان فيه عداء عداء بين اليهود وبين الأمم أيضا والله أيضا القدوس لا يطيق الشر وعينه أطهر من أن تنظره الشر لأنه قدوس وبار فالله يريد أن يدين الخطيئة لأن أجرت الخطيئة هي موت فغضب الله معلن على فجور الناس وإثمهم لكن بمجيء يسوع المسيح العداء قد انكسر وهذه المصالحة وهذا السلام تم في عمل المسيح على الصليب موته وقيامته أيضا أنتم البعيدين صرتم قريبين بدم يسوع المسيح وأيضا يقول الكتاب المقدس لأنه هو سلامنا فإذن مش بيتكلم عن سلام خارجي مش بيتكلم عن معاهدة سلام بيتكلم عن شخص كما أنه الرب شافينا الرب برنا أيضا لأنه هو سلامنا فهذا السلام شخص وأيضا هذا السلام هو عمل يسوع المسيح والمسيح هو مصدر هذا السلام في آية 15 مكتوب صانع السلام صانع السلام يعني مش بس صنع أو عمل بيتكلم عن خلق هذا السلام وهي عملية خلق عملية إلهية بحيث أن هذا السلام بيحصل عليه الإنسان من خلال إيمانه بالرب يسوع المسيح في روميا الإصحاح الخامس الآية الأولى مكتوب فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا